بمعدات متواضعة تباشر شعبة الهندسة بالمنطقة العسكرية الخامسة في منطقة ميدي نزعها للألغام التي زرعتها الميليشيا في مناطق الحرب مصادر عسكرية أكدت أن قوات الجيش الوطني قامت بإطلاف ما يقرب من 700 لغم أرضي من مختلف الأنواع والأحجام وهي الدفعة الثانية خلال أشهر لعل عدم وجود خرائط تحدد أماكن ومواقع الألغام ومسافاتها من أبرز الإشكالات التي تواجه فرق نزع الألغام إلى أن ذلك لم يحد من عزمهم في مواصلة انتزاعها تعمد الميليشيا إلى زرع شبكات ألغام عشوائية في المناطق التي تسيطر عليها في محاولة لإعاقة تقدم قوات الجيش الوطني وذلك ما حدث في مديرية ميدي هذه الشبكات لم تعد عائقا أمام تقدم الجيش وحسب بل تهديد يطال حياة المدنيين حاضرا ومستقبلا